تعطيل المكناة يعني ضرب في الجنزير تعطلت المعدة ضرب في السنسور في التروفي اللي هي نظام الحماية نوعية السلاح المستخدم جوى المدن مختلفة بتالي عن نوعية السلاح المفروض يستخدم بداها بالنسبة للقسمين هي هي بالنسبة للقسمين هي هي والنسبة للإسترائيلي هي هي هم هم ده ضرب النار التقيلة وده السلاح الخفيف المتنقل السريين لم يترجلوا حتى الآن حتى الصور اللي جايبينها جايبينها جواه المستشفى وبالمناسبة من أسباب من دوافع الوجود في المستشفى أنه هو يعملها معسكر يعمل المستشفى معسكر؟ طبعاً دي يعني 45 دونت يعني 45 ألف متر مربع مساحتها ياخدها مقر عمليات يعني؟ كانوا بعملوا كده في الصغرى في حرب 73 لما دخل السويس كانوا بالليل يخزنوا الدبابات في المدارس وفي ويعملوا عليها خدمات يعني توفر بدل ما يكون في العراء امداد وتموين بقى امداد وتموين من المينة وتأمين للموقع هو ليه فرحان بالمينة الامدادات تيجيلوا من المينة تيجيلوا من زكيم أقرب مستوطنة أو من عسقلان يعني مسافة قريبة عشرين كيلو من غزة لعسقلان عشرين كيلو في زكيم في مستوطنة زكيم يعني الفلسطينيين بيروحوا عوم يعني فقريبة فيقدر يوصل الامدادات 700 متر يكون وصل يقدر يعمل فيها يعني عملية راحة لوجستية يعني يستخدموا المرافق عشان كده بدلوا النهاردة يقولوا احنا عايزين تكونوا تفضل المستشفى بشكل كامل فهو لو شفت القوات اللي هي من من بيت حنون لغاية أو من العطاطرة لغاية بيت لاية المنطقة دي قريبة يعني الساحل كله في المنطقة دي 19 كيلو يقدر يستخدمها الفكرة العامة أنا بحاول دايما أحط نفسي مكان اللي بيشوفنا يعني الفكرة العامة أنه أنت معاك 500 ألف عسكري والنوعية دي من العتاد والكثافة النيرانية وعد تربعين يوم أنا متصورا ده قليل حراج بتقول لي لا ده سريع بالنسبة لي سريع سريع لسبب هي الفكرة أنه هو ده كان على الإمكانات دي هيخلصها في ومين مش أرض مفتوحة الإسرائيلية لو في أرض مفتوحة آه يعني بيجري بيجروا عندهم وعندهم المركابة بتجري وبقى المركبات بتجري والطيران بيغطي ويحرق قدامه لا موضوع مختلف زي حرب في سينة لكن في مناطق ممكن يبقى فيها تلغيم ويبقى فيها ألفاء بيبطأ جدا ويختار سرعته موضوع أقدام يعني هو ممكن مثلا يتحرك مئة قدم ويرجع خمسين قدم لكن بدون خسائر الملاحظة المهمة اللي عارك قلتها أنه الأرقام مش متطبقة لا مش متطبقة ما بين الجانبين مش متطبقة هل الحرب دي دايما برضو أنتو بيبعندوكوا ايه يقولك أنا كده شفت آخره أنت كده كرجل عسكري أنا عرفت كده آخر حدود قوة الطرف ده إحنا شفنا آخر حدود قوة الطرف الإسرائيلي لنفس هو نفس النموذج اللي شفناها حتكرر في خان يونس يمكن بدأ يبعد منشورات للناس أي إن هم يخلوا بادي في المناطق الشرقية برضو قبل ما نروح قبل ما تحصل معارك خان يونس خان يونس الجزء من ناحية إسرائيل مناطق مفتوح فيه ثلاثة كيلو تقريبا ده المنشور ده المنشور اللي نزل في خزاعة والقرارة وعبسان ده المناطق اللي افتقع على الشرق خان يونس مناطق مش كسيفة واللي هي أساساً كانت جزء من الضرب طول الاربعين يوم برضو ما فيش حاجة كانت تستثنى يعني المنشورات دي كلها كذب لا لا الكلام ده حيحصل هو عماله في الشمال وحصل ومستمر عليه يعني نفس المنشورات دي ترامد في الشمال قالوا لهم انزحوا جنوب ودي غزة دلوقتي بيرمي على خان يونس المناطق دي اللي تقع على الشرق خان يونس اللي هي مناطق الاندفاع يعني في خان يونس لما هيعمل عملية بالمناسبة المستشفيات دي دي مستشفى الرنتيسي والنصر ودي البحر فوق ده المحور ده يقع في الشمال الشرقي من دار الشفا كل المناطق دي فيها جيش اسرائيلي والناس كلها شافت على شاشات التلفزة وهما فرنتيسي والنفأ اللي هما قالوا ده نفأ والكلام ده وانا قلت حضرتك في المداخلة كل ما كان فيه مستشفيات فيه جيش اسرائيلي فهو ما بيجدبش في فكرة وجوده في مناطق غرب قطاع غس والجزء الشرقي اللي هو حرج يطلب دلوقتي دول تلاتة كيلو ممهجين هيجب فيهم لا تلاتة كيلو ده في تحت فخان يونس دول اللي حيستمر فيهم بقى المناطق اللي هنا في الشرق اللي هي شرقي جباليا شرق الشجاعية عي التفاح دي المناطق اللي فيها مخيمات لاجئين وحيكون فيها مقاومة لو دخلها هو حيشتغل بنفس طريقة النار حزام نار يهدها عليها وطيها اللي جوه بقى مدنيين مسلحين مش هتفرق معا خطورة خان يونس انه هو مفيش نزوح غير للجنوب جنوب يعني رفح يعني بقرب من حدودنا لانه مينفعش ينزح شمالا لانه النهاردة طلع للأحياء الجنوبية من قطاع غزة والشرقية انذارات زي المنشورات دي بانه هما ينزحوا جنوبا فهو بينزح عايز اللي هنا هو بيضغط بيضغط بانه كل الكتلة كل يروح جنوب ثم جنوب الجنوب عشان يبقوا في الآخر في منطقة